فيما تتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أدخلت واشنطن تايوان على خط الأزمة مع بكين في السنوات الأخيرة حذرت واشنطن إبراما صفقات سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين لكن الرئيس دونالد ترامب الذي انخرط في حرب تجارية واسعة نطاق مع الصين أبدى استعدادا أكبر لتعزيز العلاقة مع تايوان وبيعها أنظمة تسلح متطورة وهذا ما حصل فعلا وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع تايوان أسلحة بقيمة تتجاوز ملياري دولار بعدما طلبت تايوان رسميا من الولايات المتحدة تحديث جيشها وتعزيز قدراتها الدفاعية أمام الصين وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية قالت في بيان إنها أخترت الكونغرس بهذه الصفقة التي تشمل في الدرجة الأولى دبابات من طراز أبرامز وصواريغ ستينجر المحمولة على الكتف وأكثر من 1500 صاروخ مضاد للدبابات من طرازي جافلين وتاو صفقة أثارت غضب باكين ومخاوفها الصين أعلنت احتجاجها رسميا على التعاون المسلح بين الولايات المتحدة وتايوان وطلبت واشنطن بأن تعي الطبيعة الحساسة جدا والمضرة لقرارها وبأن تلتزم مبدأ الصين الواحدة مبيعات الأسلحة لتايوان تمثل اعتداء خطيرا على القانون الدولي وأبسط أعراف العلاقات الدولية وقوانينها هذا اعتداء على سياسة الصين الموحدة هذا أيضا تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين ويحدث ضررا بالسيادة ومصالح الأمن المشتركة وحده الكونغرس الأمريكي قادر على إيقاف هذه الصفقة خلال مهلة ثلاثين يوما مخصصة للاعتراض عليها الأمر الذي يبدو مستبعدا ليبدأ فصل جديد من التوتر بين الصين والولايات المتحدة موسيقى